كتير اتكلمنا على المراهنات وقلنا أن المراهنات ظاهرة خطيرة يجب الالتفات إليها والحقيقة أن احنا كنا متأكدين أن وزارة الداخلية تتابع هذا الأمر عن كده لأن بدأت تنتشر المواقع بقت متعددة بتستغل الأولاد الصغار والجهل والطمع عشان كده كان الخبر ده مهم قوي النهاردة وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط أكبر عصابة للمراهنات في فين؟ في الوادي الجديد وأسيوت في الوادي الجديد وأسيوت أكبر عصابة تم ضبط معهم أحراز تقدر بعشرين مليون جنيه اللي هي فلوس سيادتك العبيد أو المخدوع أو الطمع اللي قدر النصابين يتحكوا عليه وياخدوا فلوسه تم العطور أيضا على ربعمية واحد واربعين شريح هاتف محمول لأنه بيستخدم الهاتف مع مجموعة ويرميه يتخلص منه عشان سيادتك تبقى تقابلني بقى ونقول الداخلية الحقيينة ميت هاتف محمول 825 ألف جنيه محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه كمية من المشغولات الدهبية ثلاث بطاقات بنكية سبع عربيات ست أجهزة حاسب آلي بقيمة مالية للمضبطات تقدر بعشرين مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات الجنية القانونية وحيتم أحلتهم للنيابة للتحقيق لعل يكون هذا درسا للنصابين وعزة للمنصوب عليهم الذين يتورطون ويعتقدون إن الحداء بتحدف كتكيت إن هتجيلك فلوس وانت قاعد إنك هتدفع عشرة جنيه ولا عشرين جنيه ولا ميت جنيه وحتلاقي الفلوس تنزل عليك يا عم فكر إزاي تشتغل فكروا تستخدموا التكنولوجيا في شيء يعود عليكم بالنفع ويعود على الآخرين ما فيش فلوس بدون تعب والله حتى الحرام بيتعب فما فيش فلوس بدون تعب ده مش تحريض على السرق ده تحريض على العمل أنا بس بكلم اللي بينحدعوا في النصب لكن لازم ناخد بالنا كويس قوي ونفكر بدل ما تيجي الفلوس كده طب لو أنا عملت إيه وأنا قدام الجهاز ده ممكن تجيب لي الفلوس غير إن ندفع فلوس وراهن على أشياء دخلت في حرمانية ودخلت في نصب ودخلت في ضياع فلوس والخسارة بتجيب خسارة والمكسب بيجيب خسارة